بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي طلاب الصف الثامن مادة الحوسب وتكنولوجيا المعلومات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم درسنا المخططات البيانية والصيغ الحسابية والدوال في هذه الحصة سوف نتعلم في جزء أول الخطوات العملية لتصدير جدوى البيانات إلى ملف CSV وفي جزء ثاني سوف نتعلم الخطوات العملية لاستيراد ملف CSV إلى مايكروسوفت إكسل يمكنكم طبعا الاستعانة بالكتاب المدرسي من الصفحات 128 إلى الصفحة 131 عزيز الطالب السؤال الذي يطرح في بداية هذه الحصة لماذا نستخدم ملفات CSV وما هي مزاياها؟ الفائدة والمزية الأولى أن هذا النوع من الملفات مدعوم من عدد كبير من التطبيقات مثل أنظمة إدارة قواعد البيانات أو برامج إدارة جهات الاتصال أو برامج النصوص وغيرها من البرامج وهذا يسهل علينا نقل البيانات بين التطبيقات الفائدة والمزية الثانية أن هذا النوع من الملفات يحفظ كميات كبيرة من البيانات بحجم ملف صغير وهذا يسهل ويسرع إرساله عبر الشبكة إذن كخلاصة فإن ملفات CSV تسهل نقل البيانات بين التطبيقات حيث أنها مدعومة على نطاق واسع من التطبيقات وكذلك تسهل إرسال البيانات على الشبكة حيث أنها تحفظ كميات كبيرة من البيانات بحجم ملفات صغير إذن في جزء أول سوف نتعلم الخطوات العمالية لتصدير جدوى البيانات مثل هذا من برنامج مايكروسوفت إكسل إلى ملف CSV مثل هذا لتطبيق مهارة تصدير جدوى البيانات من برنامج إكسل إلى ملف CSV نقوم بالخطوات التالية الخطوة الأولى نضغط قائمة File ثم في الخطوة الثانية نختار Save As ثم في الخطوة الثالثة نختار Browse وفي الخطوة الرابعة وفي النافذة التي تظهر لنا ومن قائمة Save As a Type نختار CSV UTF ثمانية في نفس النافذة وفي الخطوة الخامسة نختار مكانا لحفظ الملف سوف نختار في مثالنا هذا المجلد المعنون الصف الثامن الموجود بDocuments في الخطوة السادسة نحدد اسم الملف تصدير جدول بيانات مثلا وفي الخطوة السابعة والأخيرة نختار Save لحفظ الملف لنذهب الآن إلى المجلد الصف الثامن لنعاين الملف الذي قمنا بتصديره إذن هذا مجلدنا الصف الثامن وهذا ملفنا الأصل وهذا ملفنا المصدر رغم التشابه في الأيقونات فإن الملفين مختلفين فلو عايننا خصائص كل ملف هاته خصائص الملف الأصل وهاته خصائص الملف المصدر هاته خصائص الملفين نلاحظ أن الملف الأصل نوعه Excel Worksheet في حين أن الملف المصدر نوعه CSV File إضافة إلى أن حجم الملف الأصل يتجاوز الاثنين وثلاثين كيلو بايتس في حين أن الملف المصدر لا يتجاوز حجمه الاثنين كيلو بايتس يعني أقل من عشر الحجم وهذا ما تحدثنا عنه في البداية حيث قلنا أن ملفات CSV تحفظ كميات كبيرة من البيانات بحجم ملفات صغير وهذا يسهل ويسرع إرساله عبر الشبكة كما نذكر أيضا بأن هذا النوع من الملفات مدعوم من عدد كبير من التطبيقات مما يسهل نقل البيانات بين التطبيقات لنفتح الآن الملف الجديد ونعاين محتواه لو دققنا في المحتوى سوف نلاحظ أنه نفس محتوى ملف الإكسل الذي صدرناه غير أن طريقة عرض البيانات مختلفة في هذا الجزء الثاني سوف نتعلم الخطوات العملية لاستيراد ملف CSV إلى مايكروسوفت إكسل بحيث ننقل البيانات من ملف نصي مثل هذا إلى جدوى البيانات مثل هذا لتطبيق مهارة استيراد بيانات من ملف CSV إلى ووركشيت في برنامج إكسل نقوم بالخطوات التالية إذن هذا ووركشيت جديد في إكسل في الخطوة الأولى نضغط علامة التبويب data ثم في الخطوة الثانية ومن مجموعة get and transform data نضغط from text slash CSV في الخطوة الثالثة نحدد موقع الملف الذي نود استيراده وهو موجود بمجلد الصف الثامن نحدد الملف ثم نضغط استيراد في الخطوة الرابعة وفي النافذة التي تظهر لنا وبجوار كلمة load نضغط على هذا السهم ثم نختار load to في الخطوة الخامسة وفي النافذة الجديدة التي تظهر لنا نحدد الموقع الذي نريد استيراد البيانات إليه ثم في الخطوة الأخيرة نضغط ok وسيتم استيراد البيانات إليه إذن هذه هي البيانات المستوردة بعد نصغر قليلا الجدول وهذه بياناتنا التي تم استيرادها من ملف السي اس في في ختام درسنا نذكر بما تعلمناه في جزء أول تعلمنا كيفية تصدير جدول بيانات من مايكروسوفت إكسل إلى ملف سي اس في وفي جزء ثاني تعلمنا كيفية استيراد ملف سي اس في إلى مايكروسوفت إكسل في شكل جدول بيانات مع تمنياتنا لكم بالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته